أصبحكم بالخير أخارت عليكم لم أقعد أن أخارت الفيديو اليوم أريد أن يكون النائب سليمان توني فرنجية لماذا أقول النائب؟ ما كانت الأنظيمة في لبنان؟ يقدر يعمل نائب عن صغرتي عن صغرتي يعني عن الديسكرت يقدر يعمل نائب يزمنه معين من قبال الإرهابيين المؤمثلين بالنظام الإيراني والصوري حافظ الأسد وعائلته وحزب الله في لبنان يقدر يكسر من هان وقت اللي بسمع توني سليمان فرنجية مباري مين طلب منك هالتصريح؟ انتو ملتزمين؟ قبل بالنظام الإرهابي طبع حافظ الأسد إذا طلب منكم تصريح تعملوك تعملوك بس ما قالوا شي عليك النظام بات حافظ الأسد محتاج لألكم كان أكبر هملة له انه يقسم لموارنة لما ما قدر ما قدر يخد يخدم بين إيداه فمشتريك ونافذ بتنفيذ بتنفيذ قصة إهدين لأنه لو سلم توني باك فرنجية بالسيارة ما بيخلوه يوصول على بيروت بشير جميل عمل غلط تكتيك كبير اعتبر حاله إنه هو يكمش كل القوات اللبنانية بإيده أو حزب الكتيب آنزاك ما نم بإيده في الأجهزة إلى أدوار أكبر منك هلو هالتصريح مبارح اللي عملته تترد عليك وحدة مجوية عبد الناصر قبل ما يشوف الشخص كان يطلب الصور تيشوف الصور وتعلمناها نحن منه لما بتشوف غدعون بهالشكل هيدا 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 بتقدر تكونوا موصفي وين؟ بجولدمن ساكس ولا بمورغان ستانلي؟ وين؟ هذا كلام ما لك حق أنت تحكي تدخي ترد عليك وحدة مثل هيدا أنت وقت اللي بدك تعمل تصريح بالوضع اللي أنت موجود فيه لمن حزب الله بيطلب منك أنك تعمل تصريح ما فيك تطلع منهم أنت بتقولوا خطنة وايدي الغلطة الكبيرة بهالتعبير بنرجع لقاله إذا مبات الأسد ما قلن شيء عليكم محتاجينكم للتغطية مثل حسن نصر الله ما قلك شيء أنت والإيرانيين عم يشيل عون احتشت لقاله تيغطيك ليش؟ لأنه أنت بيقولوا بالفرنساوي ملات دونلاتات مانك محتاجة فيك تركعوا للأرض مانك خرج مع كل المركز اللي يأخدوا بتعملوا بأصب عكاك مانك خرج هلو توني باك فرنجية غلطة كبيرة اللي بقت كفية ممنوع تعمل تصريح واحد واحد إلا إذا تصل حزب الله وطلب منك تصريحك بيكون أنك تهاجم رئيس الجمهورية تنقضى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزر البوقي تحت من النهال ما بتلفز اسم من بيتمك أنت أكبر منه بتضق بمستوك مركز رئيسة الجمهورية رئيسة المجلس رئيسة الوزر هذا لازم تسمع ما بقت تطلع على التلفزيونات ما في الزوم ما في الزوم الرئيس سليمان فرنجية جده لوالدك كان يعود ببيته كل الوقت وكان إذا كان بيكره واحد يجيبه ورق الشدي ويعمل بباسيانس ما يحكي مع الشخص ما يتطلع فيه يلحق الورد لأنه قاعد ببيته بالحكم الشهابة لمن كامل الأسعد عين شرح له رئيس جمهورية بده بده حماية شرح له وبده كامل الأسعد حماية لي شرح له جابوا الرئيس سليمان فرنجية جد بيك بأكبر المراكز بلبنان اخذوا وزارات حتى وزارة العدلية رغم أنه منه محامة وهو ما بيقولها شيء يعني ما بيستحي فيها لا واقعة وقت العمل وزير الاقتصاد قال له لسليم الحص كان رئيس دائرة كان رئيس دائرة المراقبة على المصارف باجتماع بوزارة الصحة قال له أنا ما بعرف بالاقتصاد شرح لهي وبريدك أنت تكون وذكر سليم الحص بمذكراته ما اجا رئيس جمهورية وعينوا كامل الأسعد رئيس جمهورية جدك حط بصماته بتاريخ لبنان كان انتخاب رئيس جمهورية يربح بالصاط الواحد كل سببه أنه قاعد ببيته والتزم حاله هلا لأنه الوقت ما منه معي والناس ما لك حق بقى تعمل تصاريح رح عدلك الأربع أخطاء طبع بيك اللي عملا بحياته ومسجلين بحياته اعزروني المشاهدين ندفي بده يكون طويل طويل الفيديو بس لازم تسمعه أولان بيك ما سرق المال العام بلبنان لما لقى الدنيا فالتي بهالشكل أنا ما عم دافع عنه أنا عم بأتيه كهب الأحرف ماني محتاج دافع حدا صار يمد ايده على المال العام ويجاوز القوانين كله لقى كلش الدنيا فالتي وكلنا عم بيعبه قالك خليني عبه بالطريقة اللبنانية بيقولوا برافو عليك انت بقيت انت فقير وهني عاملين هالمصريات ما حدا من انت حاجة ولكن الأزلام تبع بيك فكما بابدين يشوفوه بعينه عكتر ما عملوا مصريات بالأدوية يعطوا رخص أدوية وياخدوا كل شهر هالمال كان بيك يعملهم معيشات كمان خلق على كتر مصورو كبار ولوتو وما بعرف شو هيدا كله ما بابدين بيك يشوفوه خلاص صار هني عندن واجهها لقلهم عالش ما عم بحكي شيء عم بحكي الأشياء مشان تسمعوه قاييك عرف انه بدني قطلوا رفيق الحريرة عرفة 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 بالحس إذا ما كانوا قولوا له هي أكيد ما هيقولوا له هي بس بالحس عرف انه بدني قطلوا رفيق النظام طبع باية الأسان أوكي أكيد عرفة إذا بدني قول بيك مش عرفت فيه وما عرفت معناته حمار بيك حمار أما واحد بيدقي بيدقي منه حمار عرف بدني قطلواه بلش فيه راس الحية طيب ليش تفوت على الوزارة ما الاجتماع عم يجرى ببات جميل السيد يجيه جميل السيد ياخد وزارة الداخلية ما عم بيخططوها ببات جميل السيد ويحطولها الرتوش تتتم ليش تفوت على الوزارة ما عم كارب بدني قطلوا رفيق عرضوا عليك انك انت تفوت وزير الداخلية قلوا ان انا لا قطوا اي واحد غيره نعم ما بيشتغل إلا لما نعمل وزير الداخلية نكشفي ما بيشتغل إلا بالعدي تبعي ويجيب عليه الحاج واحد كان بالاجتماع ببات جميل السيد قبل بجمعه قبل بأربعة أيام لقطل رفيق الحريري لتنفيذ العملية لتنفيذ العملية يجيه جميل السيد يعمل وزير الداخلية غلطة كبيرة من بيك ثلاثة بعد شهر بتنسى الناس كيف هالحقيقة دي؟ كيف هالكلام حتى لو صحيح هالكلام ما بيطلع من تمامك سعد الحريري مش لبنانة سعودة بخي شو بدك منه عامر رئيس وزارة ويصطفلوا هن يجيبوا ليش دقتلوا هالكلمة قلوا استلمت الوزارة ما كانت كفو حملوا مسئولية رأسا منه لبناني سعودة يعني هيدا كله مسجل انتفض الشعب السوري خي انتفض الشعب السوري وانتي ملتزم ببيت الاساب بيضل يقول خطني كأنه خط ترين خط ترين بيتغيريه شو بدك انت شو بدك انت هالتهجم عالشعب السوري وتأييد النظام كأنه وبتصل بيه وبتطلع عالتلفزيونية يطلع بيك لاش شو طلع مني الشعب السوري كله ضده كله 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 ضده والله يستو شو بيعملوا بالشعب بيغوهم من المنطقة كيف بيغدوهم على افغانستان على ايران بيسكنوهم كله مش صحيح الحاجة طيب كان بيقدر يقول بيك اذا سألوشي مرة هيك حبي يلفت كلمي للرأي العين انا انا لبناني صديق سوريا بلبنان وانا صديق دولتلي دولتي لبنان بسوريا اي شي بيكون للالفي والمحبة انا بيغضب الدولتين بيقعد ببيتها لا بيعلي الصرف فيدا مساجح حلال رئيس الجمهورية انت بتقول عارف حزب الله بهالقوة اللي هو فيه وعارف انه ايران بالخط وعندهم مخططات اولا انت ما بتقدر تكشف المخططات كلها كلها وشايف كيف ينفزه قطل سعد الحريري بتشتمع فيه بي بيريس ما فيه شي وياخد الفيس دين معك مش نشو بتعود انت هيه بتحكي فينجيانه والمكان او بالبيت عندهم بيقلك انت مرشح للعيس الجمهوري وللأس بيكس كذا كذا انا كل شي بريدك تسمع انك لازم تكون على هلوء اما حزب الله وانا مين ما قبل بالتسويه بينك وبين حزب الله انا مأييد حزب الله اذا بده يجيبك عارف انت مية بالمية بده ميشيل عام لانه حسن نصر الله ملاد ها قولهو بيغطي وبده يجيب بيغطي شو كان يقول الرئيس فويتش هي بريرا بيانكي ريرا لديري طيب دولتنا باميركا رايحين معلش نتفي بالدفز رايحين بأربعطاش الشهر على الطفين سمعوا كل كنسوي يروحوا وليد باك جنبلاط اليوم هالتصريح طيب وليد باك روح خاض معك ميشيل عام وحسن نصر الله ونبيه بري وسعد الحريرة يا وليد باك انت بتعرف اللي مقبيلك قاعدين الموتور تابعهم بروديوس خمسمائة ميجاوات كل كنسوا مجتمعين كلنا سوا اللبنانيين مجتمعين الموتور تابعنا بروديوس 20 كنو ميجاوات الموتور دولتنا بامريكا ضغطت بشكل لم يجرع على اسرائيل لم يجرع على اسرائيل ضغط بهالشكل من دولتنا الوليات المتحدة الامريكية لتوقيع اتفاق 17 ايار والانسحاب من بيروت هدا مجرى بتاريخ البشرية انو الوليات المتحدة اللي حماية لبنان بتعمل ها الضغط الكبير كلنا منعرف بانجوريون شو قول عن مناحين بيجر شو كون يقول عنه أصغر كلمة فاشيست كان يقول عنه الأربع كلمات الشهيرة اللي انا بستعملنه بخطنا على ميشيل عانو حصن نصر الله وخطتنا على الفيسروك وحصل اتفاق 17 او دور انقهروا كتير الاسرائيليين تصلوا بحافظ الاسد ولولو فرطوا ولو اتفاق اتفاق خوط كيملي الاسعي خوط خوط جان يا هو وقعنا اتفاق وقلوا بعمين الجمعية صار يعمل ضغط حافظ الاسد متكن تشيلوا الاطفاق ويوديلوا المراسلين متل با 14 او دور لما كان نبي بر يودي الولي جمبلات المراسلين تندبحوا المنطقة بينشير ما خليهم ينتخوا رئيس الجمهورية بيحترق لبنان بطير الأمم ما بيقيت في مي ولا شمس نفس الشي عملوا برسيان ضغط على الرئيس امين الجمعية خوط الرئيس كان بالأسر هيدا لقلكن اللبنانيين انت تسمعوا كلكن أشفي بتمنى عليك توني سليمين فرنجي وسمع منا في كتابين قريهم سمع منا كتابين قريهم واحفظوا نهج البلاغة وكليلة ودومة عوضوا قريهم ويزلقات حالك عم بيعملوا ضغط على فكرك جيب بروفسور يدرسك 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 هالاكتباه تقدر تكون على القرن الواحد وعشرين جاهز أهلا فيك وشكرا وألف شكر ترجمة نانسي قنقر